يوجد بعض الناس خرجوا ويقاتلوا وما زالوا يقاتلوا بنية رفع الظلم رفع العدوان بنية الاستقلال بنية التحرر بنية الخروج عن هذا النظام والتخلص منه إقامة حكومة عادلة ليس يبالهم لا تطبيق شريعة ولا خلافة ولا كذا هؤلاء ما حكم والله أي إنسان يقاتل في سبب مباح فهو على خير حتى لو لم يكن عنده ذاك التصور فلذلك للأسف يعني الآن ينبغى أن يكون عندنا هدف واحد هو إسقاط النظام وحتى رفع شعارات الخلافة وحتى الدولة الإسلامية وكلنا نبتغي دولة إسلامية ونبتغي خلافة إسلامية تعم المسلمين هذا مطلب شرعي لكن نحن الآن عندنا وظيفة وقت وظيفة الوقت إسقاط هذا النظام الذي صال على العرض وعلى المال وعلى الأنفس نسقطه ثم بعد ذلك نجتمع كسوريين نصلح حانا ونتفق على أن نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة